هذا البرنامج بدعم من الفلسطينية للإقراض والتنمية فاتن مرحبا يا الشعب العظيم نحن اليوم في جامعة بيرزيت رح نحكي عن مثل في حاكم راستك اسمه الديك عمز بالته بصيح نشوف رأي الطلاب والطالبات امشوا معاي الديك عمز بالته بصيح ايه شو نفار عميuelyナ ايه شو أخبارك؟ تمام والله كيف انت والأمثال؟ الأمثال شو يعني؟ أمثال الشعبية يا رجل أنا أمثال الشعبي ايه ايه Who is telling you to go on your行着 وبصيح شو رأيك فيه؟ شو رأيك في الأمثال إزاي ذيك شو رأيي أنا في الأمثال؟ يعني رأيي أنا؟ أنا جاي أخوذ رأيي أنا؟ أنا جاي أخوذ رأيي أنا فشو رأييك يا فادي إنه بديك بمز... يعني شو؟ عميلي الواحد وظروفه بينهم الموضوع على وقف البيض والهدف فينا اليوم سؤال عن الديك تعرف الديك؟ آه بنعلم مين بيعرفش الديك؟ مظبوط هيك هم الناس أصلاً كل واحد في منطقته يعني بيكون يعني إلو علاقة في العنصرية؟ دعا مش في العنصرية يعني في شدة الظاهر طبعاً هلأ في مثل بقول كل ديك عما زبالته بصيح آه شو رأيك فيه؟ كل واحد حسب مكانه يعني حسب يعني زي التورة على أشكالها طبعاً طيب حلو مش مظبوط لا مش مظبوط شو يديش عالمجبلة؟ لا مش عالمجبلة والله شو هالأمثال ترى ذلي اللي ماشي معنا؟ يعني حسب والله إذا هو كمنظر كل شي مهيئ بنقدر نحكي عم نمشي له إياها كيف كيف حسب آه طيب زي ما حكى هذا واقع فيه ناس بعتبرو شي صاح وجوز تشوفه في حياتك اليومية وفيه ناس بعتبرو مش صاح فعلاً لما يكون الديك في مظبلته يكون الشي في حدا قدامه ليش؟ طيب مهوزن بيحكي لك فرعون شلي فرعنه آه أنا فش حدا يحكي له إشي الديك عن مظبلته بصيح والله هماريح بنا صديق يعني زي كيف يلبس في حارته أسد أيوة نفس المبدأ وليش نخيل نلبس في حارته أسد هادي أنا مش فاهمها أعلق علي أنا أهو أهو أعلق أعمل لايك يا فعل ما قوله صحيح يعني كيف يعني هاتف السلية يعني في ناس بشوفوا حالهم كثير بس في محيطهم بس ومحيطهم بس ومحيطهم وليش أنا في مظبلته وليش تاركو أنت هي شو تتعامل مع هيك موقف أنت وأستاذ الكريم وليش براحبا قد في منطقته جكربا شو تاركو الكومفورت زون تاعتو هاي الكومفورت زون؟ اهو ايش هذا انجليزي هاي يعني شكله زعران الناس يعني عربيش إذا وما بدهم يتزعران أقول لك بديك بديك على مظبلته بصيح يعني بيكون ملطة شي بس بالحارته بعمل هالو زالمي آه هذا هو طب ديك من النوع ديك اللي هوي أنا وباس ولا قياني لا لا طبعا لا الواحد لازم هوان ما يكون فيه يكون حقات حاله يعني طب على المعربة يعني إنه ياخد البدو يا يسوي بديو حنا نتفرج عليه فش قانون هالأيامي صاحب؟ ليش فش قانون؟ القانون اللي يتحمل مغفلين أنا بدي أطلعه لك شوي ها ها فهمين مش حظيم يا عالم ولا حظيم مش فهمين سنسوي معهم إلا حك عند الجماعة الله هيك صفي معلم فخار يكسر بعض وانت وشطارتها فخاري كسر بعضها زمن أول حول صاحبه آه والله آه موضعي عم بالمرة يعني طب شمعتك منطقتك حد بقيت رطب فيك؟ أو بقدروه مين؟ الحكومة آخ إحنا هون في منبع الأكاديمي ومنبع التعليم يا أخوان الأمثال مش كلها صح طيب هذي ظاهرة كويسة ولا مش كويسة في المسلمة؟ بتخزي بتخزي هيلو بتخزي طيب نمع من القانون شو دوره في الموضوع؟ يعطيك حقك يعطينا حق هل أنت تنح مع القانون ولا أنت تأخذها من راسك؟ مفيش قانون في الهيئة الدنيا يعني؟ آآ قانون يعني تنجل القانون طبعا تمام، خلص سالة أسماء منك تغتكون عكد حالك أو ما تكون؟ أكد حالي حتى لو في الشلح حالي؟ بالعربة دولة بالحق بالحق طبعا كونوا مع الحق دائما وأبدا شو صف المثال معناتك؟ مش تمام مش تمام؟ هذا أسماء منك صعب يا زلم دام صعب دحلبة أحلابة منك يا رجل يعني لازم تزبله تزبله يعني تعطوش أي جيمة بتصلحها لما تروح لفرد فرد تحكي لو لو سمحت أعرف لقيمة حالك وتتفرزفش كتير يعني الغير الصح وأنا الغلاط ما يمسرن أداف على الغلاط بنهاية الواحد لازم يسمع قرياء آآ يعني خاصة في السجول طبعا آآ منكب الأسبوع طبعا طالع من السجن يا سيدة الله الحمد لله على السلام الله يساعدك دور القانون مثلاً بدون استخدم القانون دائماً قصة الحق وهيكاً ببعرفش قديش دور القانون فيها لأنه العشائر تتحكم فيها أكثر هلا إذا في قانون المفروض يتطبق القانون آآ آآ غير هيك مشكلة يعني لازم عشان ناجع للقانون بفضل الضعران صحيح هذا الحل الأول يعني لا بروح للقانون حكيت كوّل خيار شو تدرس إنتا؟ قانون قال عشان هيك والله بس عشان هيك ولو أنك دارس صيدلي كان ما روح لس لا والله إذا كان إشي كبير ومثلاً ظلم لأيلي أو إنه مثلاً جرحوا فيه أكد رح أجاء القنون هيلة 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 والله أمار يا فلسطين طبعاً إحنا كنا في جامعة بيرزيت وحكينا إنه إديك عمز بلته بصيح وشوفنا راء الطلاب وعرفنا كل واحد كيف يفكر مع حاكم راستك خلوكم معنا في الحلقة الجاي مع مثل جديد حاكم موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة